المتصرين أنا أريد أن أكمل موضوع باقي معنا نصف ساعة طيب خلينا على عجالة تفضل وكلامنا كله على عجالة موضوع كبير جدا لكن على عجالة الله يعينك أنا أريد أن أذكر خبث الإسماعيلية وحقد الإسماعيلية القديم للإخوة المشاهدين نعم تفضل الإسماعيلية هؤلاء بالذات القرامة نحن ما ذكرناه أتباع حمدان بن قرنط هؤلاء الإسماعيلية في القرن ما بين الثالث والرابع استباحوا بيت الله عز وجل طبعا هذا الكلام يربطنا بما يدور الآن في العراق وذبح أهل السنة على الهوية الإسماعيلية في يوم من الأيام وفي سنة من السنين ذكرها الحافظ بن كثير في بداية والنهاية وإمة التاريخ والإمام الطبري أن كان أبو سعيد الجنابي يضع ظهره على الكعبة والحجيج حجاج بيت الله وهم ضيوف الرحمن يقتلون بين يديه وكان الواحد منهم يقتل وبعد أن يقتل يرمى في بئر زمزم حتى كما ذكر المؤرخون أن بئر زمزم امتلأ بالجثث هذا المجرم كان ظهره على الكعبة أبو سعيد الجنابي وماذا يقول يقول قصيدة يقول فيها يقول أنا الله وبالله أنا أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا ثم يضحك ويقول أين الطيور الأبابيل وأين الحجارة من سجيل هذا كان يفعل في صحن الكعبة هذا يبين الحقد الدفين عند فرق الشيعة كاملة حتى الزيدية لهم أخف الناس وأقرب الناس الأهل السنة والجماعة وأخف الفرق انظر ما يفعلوه الآن في جنوب المملكة واتصالهم بالحوثيين فالشاهد أن هؤلاء أن هذه الفرق فرق حاقدة على الإسلام وحاقدة على أهل السنة عدوهم الأول أهل السنة وكأن الإمام سفيان الثوري في القرن الأول إمام الدنيا في زمانه سفيان الثوري إذا قيل أمير المؤمنين في حديث رسول الله فلا يطلق البخاري لا هو سفيان الثوري كان جالس بين طلابه إيش يقول وهذا الذي ينظر نظر بعيدة كان يقول لطلابه استوصوا بأهل السنة خير فإنهم غرباء كأنه ينظر إلى حالنا الآن الآن القتل بالهوية فهؤلاء كانوا يذبحون الحجاج بين الصفا والمروى وهذه العقيدة موجودة في عقيدة الشيعة الاثنى عشرية أن المهدي حينما يخرج في كتاب الغيبة للطوسي أنه حينما يخرج سيقطع يدي بني شيبة وهذه سوف نفرد لها أربع حلقات بإذن الله تعالى وأنه سوف يقتل الحجاج بين الصفا والمروى فأقول أن هذا الفرق فرق خطيرة ويعني شرسة أذكر مقول لابن كثير وهذه الإنسان الذي لا يتحرك من عاطفة مقودة بالشرع ما ينفعه كثير معلم لما انذكر ابن كثير ذلك الإسماعيلي الذي صعد فوق سطح الكعبة وكان أبو سعد الجنابي جالس وهؤلاء يقتلون الحجاج يقتلوا بين يديه يقول ابن كثير فصعد واحد من الإسماعيلية وأراد أن يخلع ميزاب الكعبة ذهب يبغي يشيله يقول ابن كثير وهو يخلع الميزاب يقول ابن كثير فسقط على أم رأسه إلى نار جهنم عدو فأحيانا الإنسان قد يعني يغلط في القول لكن هذه طبيعة البشر وناس تقتل طبعا أخذوا الحجر الأسود قرابة 24 سنة إلى منطقة الأحساء هذه حدثة سرقة الحجر الأسود هذه في أثنائها في أثنائها أخذوا الحجر الأسود وجلس عندهم قرابة 24 سنة ثم عاد بمفاوضات وأعيد بعد 24 سنة وترى آثار الكسر إلى الآن في هذا الحجر الذي نزل من الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام يقول الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا ابن آدم يجي أزاني ويمسح ويأتي السكير ويمسح ويأتي الذي يغتاب ويمسح ويأتي السارق ويمسح فتغير من الخطايا نعم هذا باختصار بالنسبة للإسماعليين اتصال من إيران لما سمعت الاسم والله الإخوة أطولي الاسم مرة أخرى خلا خلا من إيران تفضل يا خلا والله ما أدري خلا ولا خلا تفضل تتكلم مع الشيخ تفضل يا اسمعك الشيخ تفضل فيه دقيقة تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام تفضل بارك الله فيك تفضل نسمعك تفضل مباشرة نساعد نساعد جدا من دغائر الشيخ تكلم الشيخ تكلم قال القرآن مخلوق عدة شيئة صحيح سمعنا من الهاتف ولاه مخلوق لا كلام الله هذا كلام الله كلام الله حسنت هذي فترة تفضل أكمل أكمل عندك نقطة ثانية لا يعيل لا يعيل على الشيعة لا يعيل على الشيعة الشيعة معنا يعني أخ خلا هل تقول بأن الشيخ باطل القرآن ليس مخلوق عند الشيعة الشيعة لا يقولون بخلق القرآن أنا أنا شيعي أنا شيعي جميل وهو وهو كلام الله كلام الله حسنت غير مخلوق كلام الله غير مخلوق غير مخلوق كلام الله هذا نزل عليه دي الرسول على قلبه نعم طيب عندك تعليق آخر خلاق يرد عليك الشيخ يرد عليك الشيخ عندك أمر آخر لا أنا هاي بأتوا حال عليك الشالفة أبشر أنا بخدمته شكرا لك هذا كانت سوطا شكرا لك طيب شركت رش ترد علي هذا مباشرة طيب العقيدة هذه موجودة ونحن نوثقها لكن في لقاء آخر هذا موجود في بحار أنوار المجلسي جميل لكن قد يكون الأخ يعني لا يرى خلق القرآن ترى بالمناسبة هذا على فكرة أبو الشيخ ممدوح أنا يعني أنا ما أريد أن أقطعك لكن هذا الأمر خلف القرآن ترى ما أثير نعم يعني ما أثير وربما أنا أعرفه بلقاء سابق معك لكن أتكلم عن العامة حتى عامة عوام الشيعة ما أثير نعم يربما ما قرأوا أصلا في كتوبهم حتى عامة أهل السنة أيضا شوف خلني أذكر مسألة من باب العدل والإنصاف هناك الكثير من الشيعة قبل أن تطرح مسألة تحريف القرآن أو تحريف القول بالقرآن ما كانوا يعتقدوا هذا ولا كان يتوقع ولا كان يتوقع أن هذا القرآن وقع فيه التحريف ولهذا حينما تكلم المشايخ الأفاضل في هذه القضية ولدت ردة فعل عندهم نعم والكثير منهم من عاد وتحول فهذا موجود قد يكون الأخ لا يعلم هذه العقيدة لكن هي موجودة وسوف تفصل بإذن الله تعالى بالتفصيل طبعا خلينا أقول لك أن الشيعة الإثنى عشرية هم في أصولهم معتزلة في باب الأسماء والصفات ومن الصفات مسألة كلام الله فهم يعتقدون بخلق القرآن قد يكون من عوام الشيعة لا يعرف هذه العقيدة نعم فإحنا نحاول بإذن الله تعالى أن نخصص لها في حلقة بعنوان الشيعة والقرآن الكريم سنخصص حلقة أو حلقتين بإذن الله تعالى أنا بس أذكر على كلام أخونا أبو عبدالله في قضية الإسماعيلية ونرجع على النصيرية والدروز لابد أن نرجع للنصيرية والدروز حاول أن تختصر ونرجع شوف يا شيخ نحن الآن لابد أن نتق الله في كل ما نقوله حتى مع أشد الفرق المخالفة علينا حتى مع اليهود وذكرناها في الجزء الأول في قوله تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قُوْمٍ على أن لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى مع العدل وتحاول أن تعدل إن شاء الله يكون أنك تكون أقرب للتقوى